تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقف توريد القمح المحلي من المزارعين والاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف السلع الاستراتيجية بالإضافة لكميات الأقماح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية وأوضح بيان مجلس الوزراء أن إجمالية الأقماح التي تم استلامها من المزارعين حتى صباح اليوم وصل إلى ثلاثة ملايين طن مضيفا أن عملية التوريد مستمرة حتى الوصول إلى الكميات المستهدفة هذا وقد أوضح مجلس الوزراء أن القمح المتوافرة بحساب المقرر توريده يكفي حتى يناير 2023 والأرز يكفي مدة 5 أشهر فاصل 5 والزيت 5.8 أشهر والرؤوس الحية تكفي لمدة 16 شهر واللحوم المجمدة لمدة 6 أشهر والدواج المجمدة لمدة 8 أشهر ترجمة نانسي قنقر